النهاردة هنعرف ازاي ننشر الريلز على الفيسبوك بطريقة صحيحة والفيديو يجيب مشاهدات كمان فده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة كده هنتعلم ازاي ننشر الريلز على الفيسبوك بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح نهاردة هتعمل لي لايك الفيديو ده ولو اما تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة او لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات واللابين هروح مع بعض كده على الفيسبوك من هنا ببدأ اضغط على الثلاث شرط الاعلى ومن هنا بضغط على اسم الملف الشخصي بتاعنا لما ببدأ ان انا انزل كده طبعا على حاجة اسمها بما تفكر هنلاقي انها جنبك هنا ريلز وبس مباشر بضغط هنا على الريلز بكل سهولة كده ريلز هنا بقى بيجيب لك بالكاميرا لو انت عاوز تصول الريلز ده من الكاميرا مفيش اي مشكلة طبعا هنا عندك القالب وعندك التأسيرات طبعا انت بتضيف بقى الحاجات دي طيب لو انا عاوز اضيف من الموبايل نفسه بعمل ايه بضغط طبعا على الفيديو بالشكل ده ضغطة بس كده طبعا من هنا ببدأ اراجع عندك الصوت عندك نص التأسيرات الملسكات طبعا حفظك انت اشوف انت عاوز تعدل ايه في الصوت او النص او التأسيرات لو هنا طبعا نضغط على صوت هنلاقي ان انت ممكن تحذف خلص او تعمل كاتم للصوت الاصلي وتضيف صوت تاني هنا اضافة موسيقى ممكن برضو ميزة حلوة قوي ان هي اضافة تعليق بصوتي ان انت ممكن انت تسيب الفيديو زي ما هو تحذف الصوت الاصلي بالشكل ده تعمل كاتم للصوت وتعمل الاضافة لتعليق صوتي انت ممكن تعلق انت بالصوت بتاعك وبعد التغييرات لما انت صابع اضغط على كلمة تم ولطلrick كلمة قول تأسيره هنا تأسير الاصلي تنابيه اي حسين تأسير الفيديو اضف اي تأسير تشافك هنا اضافة اضافة ايو ملسكات طبعا على ضغط موزك اتعامل الاضاف للمسودات بتاعتك. هنا اتعديل مقطع ريل. اذا عايز تعدل فيه المقطع اي حاجة. عندك هنا اكتصاص. عاوز تقسم. عاوز تعكس الفيديو. عاوز تزيد السرعة بتاعت الفيديو. طبعا حلوة الاشخاص اشخاص. عاوز اضيف اي حاجة. هنا اضافة. عايز اضيف صور. عاوز اضيف فيديو فوق فيديو. ما فيش مشكلة. عاوز تستبدل برضو من هنا. آآ ببدأ ان انا ارجع كده. وهنا طبعا نضغط على كلمة التالي لما بنخلص اللي احنا بنعمله. طبعا مهم جدا مهم جدا عندك. نكتب عنوان كويس. عنوان. ما نسيبش الريلز بدون عنوان. ونرجع نقول اصل الفيديو ما فيش علم وشاهدة. لازم نكتب عنوان كويس على المحتوى بتاعي مثلا. انا بتكلم على حاجة معينة بنكتب العنوان. بنكتب عنوان كويس. اهم حاجة بقى من العنوان مثلا. انا. اهم حاجة بقى. الحاجة المهمة جدا اللي هي الهاشتاج. الهاشتاج لو جدت اضغط عليه كده تعمل هاشتاج للمحتوى اللي انت بتنزله يعني مثلا. المهمة جدا للهاشتاج. يعني هتجي تقول لي انا الفيديو بتاعي ما جابش مشاهدات هقول لك راجع الهاشتاج. عاوز تضيف اي شخص موجود يبقى تعمله ذكر. لو ضغط على ذكر دي كده بيجي لك الاصدقاء. ممكن انت تضيف اي شخص عندك تضيفه. يعني تضيفه كده بالشكل ده يكون موجود في الفيديو تعمله ذكر. برضو دي مش مهمة قوي بس المهمة المهم العنوان نركز عليه ونركز على الهاشتاج. تمام? هنا من يمكن رؤية المقطع بتاعي هنا العامة طبعا هنسيبها العامة. وهنا الانستجرام بيقول لك تتم المشارقة على الانستجرام. لو انت عاوز الفيديو ده يبقى على الانستجرام يشارك على الانستجرام بتضغط عليه بالشكل ده وبتسيبها مفاعل. تمام? هي مشارقة دائما. يعني اي حاجة انت هتعملها بتبدي اقتفاها على الانستجرام. بينزل كمان على الانستجرام. هنا عايز تعمل شخص هنا لو عايز تضيف الموقع بتاعك لو انت في اي مكان وعاوز تضيف الموقع بتعمل بحس بالموقع بتاعك وبتضيفه. هنا اضافت موضوعات. لو شوف انت بتتكلم عن ايه بتضيف الموضوعات بتاعتك برضو دي حاجة مهمة جدا. انت شوف انت بتتكلم عن ايه بتضغط عليها بالشكل ده وتعمل حفظ. تمام? آآ لو جينا ننزل بقى كده نعمل مشاركة الان وبضغط عليها بالشكل ده جاري تحميل مقطع ريلز. انا دلوقتي المهم جدا في الريلز نركز العنوان والهاشتاج. آآ طبعا هيبدأ هيبدأ ينزل في مقاطع الريلز عادي جدا وهيجيب مشاهدات طالما انت عملت عنوان كويس وهاشتاج كويس. طبعا تم تحميل مقطع ريلز خاص بك يمكنك عرضه الان في علامة تبويض. مقاطع ريلز دي على ملفك الشخصي. لو جينا كده نعمل عرض. نحدس كده. وننزل كده. هنلاقي ان ريلز موجودة اهو بالعلامات الهاشتاج زي ما انتم شايفين بالذكر اللي انت آآ ذكرت ايه شخص فيه. لو جينا نضغط على التلات شورة دول عندك تثبيت المنشور ممكن تعمل تثبيت المنشور اعلى الملف الشخصي. عندك حفظ مقطع ريلز لو انت عاوز تحفظه عندك في المحفوظة. من اللازم يمكنه التعليق على منشورك لو جينا نضغط عليه ممكن انت تشوف مين اللي انت عاوزه يعلق على المنشور بتاعك بتحدده. خلاص ده ميزة كويسة برضو. هنا تعديل الخصية لو انت عاوز تعديل في خصية نقل للقرشيف بتبعاته للقرشيف. هنا سالة المهمولات لو انت عاوز تحزف الفيديو. طبعا هنا اقاف تشغيل الاشعارات لازل المنشور لو عاوز توقف الاشعارات وهنا نسخ الرابط نسخ رابط مقطع ريلز ده. بس كده. يبقى انت كده نشرت المقطع الريلز ده طريقة صحيحة. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.